اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا خطأ كثيرا ما يطال المتعلقات كالمفعول به كثيرا ما يتقدم المفعول به على الفعل والفاعل لغرض بلاغي اربعة التعجب والتعظيم من الاغراض البلاغية للتقديم والتأخير صحيح هذا الكلام صحيح التعجب والتعظيم من الاغراض البلاغية خمسة اغراض التخصيص والتشويق للمتأخر قليلا ما ترد في كلام العرب هذا خطأ كثيرا جدا ما ترد هذه الاغراض التخصيص والتشويق للمتأخر في كلام العرب كثيرا ما ترد السؤال الثاني اختر الإجابة الصحيحة من بين البلائل المعطة واحد امثلي تقبلوا الاقوال فيه الغرض من تقديم مثلي في هذا البيت هو ماذا هو التعجب با نعم التعجب اثنان والذين هم بربهم لا يشركون الغرض من تقديم الضمير هم هل هو تقوية الحكم ام التعجب ام تعجيل المساءة لا يوجد لا تعجب ولا تعجيل مساءة هنا تقوية الحكم وتقريره ثلاثة عرس في بيت جارنا عرس في بيت جارنا تقدمت كلمة عرس بغرض ماذا نعم واضح هنا انه ليس مدحا او ذم انما هو تعجيل مسرة العرس شيء يجلب السرور اربعة بثينة ما فيها اذا ما تبصرت مصاب قدبت بثينة بغرض ماذا الذم ام التلذذ بذكر المتقدم ام التعظيم الجواب هو التلذذ بذكر المتقدم التلذذ بذكر المتقدم وهذا كثيرا ما يحصل في الغزل خمسة محمد افديه بنفسي وابي وامي الغرض من تقديم لفظ محمد التبرك ام التعجب ام تقوية الحكم نعم التبرك عندما نأتي بشيء بلفظ له قداسة نبدأ به بلفظ له قداسة كمصحف او كعبة او مسجد او اسم النبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا الغرض منه ماذا التبرك السؤال الثالث اكمل العبارات الاتية بما يقيم المعنى الترتيب الاصلي للجملة الفعلية من حيث الاسناد ان يأتي من يأتي في البداية الجملة الفعلية الفعل التام اذا المسند ان يأتي المسند اولا ثم الفاعل الذي هو مسند اليه ثم المسند اليه اذا ان يأتي المسند اولا ثم المسند اليه بعد ذلك اثنان تغيير الترتيب الأصلي للجمل يكون لماذا نعم لأغراض بلاغية ثلاثة لله الأمر تقديم الجار والمجرور في المثال غرضه ماذا تقديم الجار والمجرور في المثال غرضه التخصيص نعم غرضه التخصيص أربعة رفيع قدرك الغرض من التقديم في هذا المثال رفيع ما الغرض منه المدح أو التعظيم كلاهما صحيح خمسة الذي زارنا في بيتنا البارحة بعد انصرافك وزير الدولة الغرض من تأخير الفاعل في هذه الجملة أو في هذه العبارة هو ماذا التشويق للمتأخر أراد أن يشوقه لمعرفة من الذي زارهم بعد انصرافه إذن التشويق للمتأخر السؤال الرابع صل بخط بين العبارة في العمود الأيمن وما يناسبها من العمود الأيسى واحد والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جمادي هذا المبتدأ أين خبره والذي حارت البرية فيه حيوان نعم حيوان مستحدث من جمادي تأخرت هذه كلمة حيوان لماذا للتشويق للمتأخر التشويق للمتأخر اثنان الإفراج عن صديقنا صباح الغد الإفراج الإفراج عن صديقنا صباح الغد لماذا جاء بكلمة الإفراج في البداية نعم غرضه تعجيل المسرة ثلاثة نيران بنادقنا إن همرت على العدو ما الغرض من تقديم نيران بنادقنا نعم تعجيل المساء جيم تعجيل المساء أربعة هو يعطي الجزيل لماذا تقدم الضمير هنا باء تقوية الحكم وتقريره خمسة الله رزقني رزقا حسنا الله رزقني رزقا حسنا لماذا بدأ بلفظ الجلالة الله هنا نعم غرضه التبرك ألف غرضه التبرك هذه هي المراجعة السريعة آمل أن تكون واضحة والإجابات كذلك آمل أن تكون مفهومة وواضحة لديكم بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته